أطلقت وزارة الصحة والسكان تقريرا يتضمن التحليل الرقمي المفصل لحملة 100 يوم صحة ذلك لمناسبة الوصول إلى اليوم الخمسين من الحملة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في 25 يونيو الماضي ووفقا للتقرير فإن اليوم الأعلى في معدلات الأداء بشكل عام كان اليوم الخامس عشر حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة خمسمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين خدمة وكشف التقرير أيضا عن أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة حققت أعلى معدلاتها في الزيارات الأولى والدورية في اليوم السابع عشر بتحقيق أكثر من خمسة عشر ألف زيارة أولى وثمانية وثلاثين ألف زيارة دورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر